قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بتحالف دعم الشرعية تواصل تقدمها في جبهة البقع اكتاف باتجاه وسط محافظة صعبة المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية مصادر المقاومة الشعبية اكدت مقتل العشرات من عناصر الميليشيات في مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية تواغلت خلالها المقاومة باتجاه مركز مديرية اكتاف المصادر اوضحت ان من بين القتلى عددا من قياداتهم ابرزهم زيد محمد الكبسي وياسر عبدالله المتميز وابو صالح الغمر قائد كتيبة الموت الحوثية وابو عمار قائد امداد وتسليح الميليشيات في الوقت ذاته اكد مصدر مسؤول في قيادة اركان حرب جبهة صعبة ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية توغلت لاكثر من 15 كيلو مترا في العمق و45 كيلو مترا بالعرض وانها على مشارف خط الفرع ومدرية اكتاف وتحاصر معسكر اللواء 101 ميكا الذي تتمركز فيه الميليشيات في غضون ذلك استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع ومراكز تجمع الميليشيات في منطقة حرد قبالة منفذ الطوال السعودي حيث قصفت مخزن صواريخ ومركز قيادة وتعزيزات لميليشيا الحوثي وصالحة كما استهدفت مواقع للميليشيات في منطقة آل مسعود بمديرية سحار ومنطقة الحصامة في مديرية شدة شمال غرب محافظة صعبة وفي جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء تجددت المواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة والميليشيات من جهة ثانية في حين شنت طائرات التحالف عدة غارات على مواقع للميليشيات في منطقة ملح التابعة لمديرية نهم